بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع الملل والنحل تمهيد أرباب الديانات والملل من المسلمين وأهل الكتاب وممن له شبهة كتاب نتكلمها هنا في معنى الدين والملة والشرعة والمنهاج والإسلام والحنيفية والسنة والجماعة فإنها عبارات وردت في التنزيل ولكل واحدة منها معنى يخصها وحقيقة توافقها لغة واصطلاحا وقد بينا معنى الدين أنه الطاعة والانقياد وقد قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقد يرد بمعنى الجزاء يقال كما تدين تدان أي كما تفعل تجازة وقد يرد بمعنى الحساب يوم المعاد والتناد قال تعالى ذلك الدين القيم فالمتدين هو المسلم المطيع المقر بالجزاء والحساب يوم التناد والمعاد قال الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينة ولما كان نوع الإنسان محتاجا إلى اجتماع مع آخر من بني جنسه في إقامة معاشه والاستعداد لمعاده وذلك الإجتماع يجب أن يكون على شكل يحصل به التمانع والتعاون حتى يحفظوا بالتمانع ما هو أهله ويحصلوا بالتعاون ما ليس له صورة الإجتماع على هذه الهيئة هي الملة والطريق الخاص الذي يوصل إلى هذه الهيئة هو المنهاج والشرعة والسنة والاتفاق على تلك السنة هي الجماعة قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ولن يتصور وضع الملة وشرع الشرعة إلا بوضع شارع يكون مخصوصا من عند الله بآيات تدل على صدقه وربما تكون الآية مضمنة في نفس الدعوة وقد تكون ملازمة وربما تكون متأخرة ثم أعلم أن الملة الكبرى هي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام وهي الحنيفية التي تقابل الصبوة تقابل الأطباد وسنذكر كيفي ذلك إن شاء الله تعالى قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم والشريعة ابتدأت من نوح عليه السلام قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والحدود والأحكام ابتدأت من آدم وشيث وإدريس عليه مجميعا السلام ختمت الشرائع والملل والمناهج والسنن بأكملها وأتمها حسنا وجمالا بمحمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد قيل خص آدم بالأسماء وخص نوح بمعاني تلك الأسماء وخص إبراهيم بالجمع بينهما ثم خص موسى بالتنزيل وخص عيسى بالتأويل وخص المصطفى صلى الله عليه وسلم بالجمع بينهما على ملة أبيكم إبراهيم ثم كيفية التقرير الأول والتكميل بالتقرير الثاني لحيث يكون مصدقا كل واحد ما بين يديه من الشرائع الماضية والسنن السالفة تقديرا للأمر على الخلق وتوفيقا للدين على الفطرة فمن خاصية النبوة لا يشاركهم فيها غيرهم وقد قيل إن الله عز وجل أسس دينه على مثال خلقه ليستدل بخلقه على دينه وبدينه على خلقه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الاعجاب بالنسبة والاشتراك في القناة